طيب تعالوا كده نشوف الفوائد التي تعود علينا إذا توبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى أول فائدة من الفوائد العظيمة التي تعود علينا إذا توبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى أن التوبة تجلب الرزق لو عايز الرزق توب إلى الله وستغفر الله تجلب الرزق وتبارك في الأهل والمال والولد جاء رجل للحسن البصري رضي الله عنه وقال له إيه قال له أنا أشكو من الفقر يعني أنا فقير بشكو من الفقر فالحسن رضي الله عنه قال له استغفر الله جاء له واحد تاني وقال له أنا أشكو من العقب يعني من ما بنجيبش ما بخلفش أسأل الله عز وجل أن يعطي كل محروم اللهم أعطي كل محروم يا رب العالمين قال له أنا أشكو من العقب فقال له استغفر الله واحد تالت قاله قال له أنا أشكو من القحط وجفاف الأرض وكلة المطر فقال له استغفر الله فقيل للحسن رضي الله عنه قال له لقد جاءك ثلاثة بحاجات مختلفة وأمراض مختلفة ومع ذلك أنت وصفت لهم دواء واحدا فهل هذا الدواء ينفع للثلاث أمراض فابتسم سيدنا الحسن رضي الله عنه وقال أنا لم أصف شيء أنا لم أصفت شيء الدواء إن الذي وصف الدواء هو الذي يملك الشفاء الذي وصف الدواء هو الذي بيديه الشفاء ومن الذي بيديه الشفاء الله والله عز وجل يقول على لسان سيدنا نوح عليه السلام وهو يدعو قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وطارا ما لكم لا توقرون الله ما لكم لا تعظمون الله ما لكم لا تخافون الله ما لكم لا تستغفرون الله ما لكم لا تتوبون إلى الله عز وجل وترجعون إلي فإذن التوبة والاستغفار تجذب الرزق من الفوائد العظيمة التي تعود علينا أيها الأحبة إذا توبنا إلى الله عز وجل واستغفرنا الله تبارك وتعالى أن التوبة والاستغفار تفرج الكروب وتذهب الهموم والغموم والأحزان وفي ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسل والله يا إخوة لنا فوائد عظيمة طيب إيه كمان من فوائد التوبة العظيمة أن التوبة تكثل الذنوب جميع الذنوب مهما كانت ومهما عظمت وفي ذلك يقول المولى عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالرحمن سبحانه وتعالى يفتح باب الأمل والرجاء والتوبة لجميع عباده ولا يطردوا أحدا من عباده أبدا بل يسعوهم جميعا مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهم ما دام قد أنابوا إليه وأخرصوا في التوجه إلى وجه الله الكريم فهو سبحانه وتعالى خير مقصود لا يرد من قصد بابه خائبا ولا يخيب راجيا أبدا وهو سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يسارعوا إليه لمصلحتهم ولا يسوفوا قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين يبقى من فوائد التوبة أن التوبة تمحو الذنوب التوبة تجب ما قبلها يعني تمسح ما قبلها إيه كمان من فوائد التوبة أيها الحبة تبديل الحسنات تبديل السيئات إلى حسنات واحد ممكن يسمع الكلام ده وقوله معقولة معقولة أنا لو توبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيبدل لي سيئاتي اللي أنا عملتها كلها في حياتي هيبدلها لي إلى حسنات أيوة وهذا من كرم الله وفضل الله ورحمة الله عز وجل على عباده ربنا سبحانه وتعالى بعدما عدد صفات عباده الرحمن في سورة الفرقان قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وهنا الشاهد إخواننا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما